طبعا ممنوع حكم الاعدام بحسب طبعا القوانين الرومانية لازم يكون يصادق عليها الوالي بيلاتوس اخذوه للمحاكمة ما تسمى المحاكمة المدنية واستشف من الحديث بيلاتوس انه اسلموا حسدا ويلاتوس عدة مرات عبر لليهود انه المسيح بريء وحاول يقنعهم ببراءة يسوع المسيح لكن اصواتهم ابتدأت تعلو اكثر واكثر فجلد المسيح والجلد الروماني قلنا انه اغلب الناس بتموت تحت الجلد الروماني لكن المسيح كان عنده بنية قوية جدا وبعدين تاج الشوك احبائي ثم اخيرا احبائي يعني اطلق برأباس لانه رفضوا انه يطلقوا يسوع حتى زوجة بيلاتوس قالت له يعني شفت بحلم وتقلمت من اجل هذا البار اياك وهذا الانسان مع كل ذلك خلاص وصلت الحالة انه انكروا دينهم وهو لما بكتش الدين من الله الدين سعتها انت بتحرك فيه وبتلعب فيه بحسب الظرف اذا انت في الغرب بتخلي ايمان غربي اذا انت في الشرق بتخلي ايمان شرقي اذا انت في بلد متعصب متزمت بتخليه متعصب متزمت فهذا هو الدين اللي بيقود الى التعصب والى التزمت وصل معهم الحالة قالوا ليلاتوس يعني اذا ما فعلتش هذا الامر انت لست محبا لقيصر واخيرا طبعا في حالة تصويرية بيلاتوس جاب يعني طشط مي وغسل ايديه وقال انا بريء من دم هذا الصديق قالوا اليهود دمه علينا وعلى اولادنا حبائي يعني شيء صعب جدا والي روماني عم بيشوف براءة المسيح وهذا بيلاتوس شخصية محنكة وشخصية فذة وفاهم العيب رؤساء الكهنة في ايام يسوع المسيح وحكا لهم انا مش شايف فيه اي علة وقالوا لا لست محبا لقيصر بعدين قالوا عبارة خطيرة جدا قالوا ليس لنا ملك الا قيصر الا قيصر وطبعا بيلاتوس حكم على يسوع المسيح بالموت